السلام عليكم معكم أحمد نعيش أصدقائي على كوكب الأرض كوكب الأرض مليء بالكثير من الغرائب والعجائب سبحان الله كون وعامر بالمخلوقات المختلفة والمتعددة لفت انتباهي عنوان انتشر بشكل كبير في وكالات الأنباء الدولية لفيديو جديد بيكشف حياة قبيلة معزولة تماما في أعماق أدغال الأمازون حيث كشفت صور التقطتها طائرة من دون طيار وجود قبيلة معزولة تماما عن العالم الخارجي وسجلت كاميرا الطائرة القبيلة بالقرب من الحدود بين البرازيل وبيرو في عمق أدغال الأمازون في صحيفة صحيفة لبارسيون الفرنسية حسب هذه الصحيفة تم جمع هذه الصور من قبل المؤسسة المتخصصة في القبائل الأصلية فوناي وتم تصوير مقطع الفيديو عام 2017 لكن لم يتم نشره إلا في بدايات أغسطس عام 2018 وأخذت هذه المشاهد خلال جولة استكشافية في وادي جافاري وهي منطقة يصعب الوصول إليها في جنوب شرق الأمازون وهي ضمن نفوذ البرازيل حيث تم جمع غالبية الأدلة على وجود بشر وشعوب معزولة في تلك البلاد هناك أدلة على وجود 11 قبيلة أخرى غير مسجلة تعيش في المنطقة وطبعا إلها نظام حياتها الخاصة صراحة أنا لا أتخيل شو نظامهم في الحياة في ظل الثورة التكنولوجية والتقدم الحضاري اللي عماله بيعيش البشر على كوكب الأرض هذول الجماعة إلهم نمط خاص في حياتهم طبعا زي ما ذكرنا في أدلة يثبتها العلماء على وجود أكثر من 11 قبيلة أخرى غير مسجلة تعيش في المنطقة وذلك بفضل اكتشاف أدلة مثل كوخ ضخم وأدوات محلية الصنع وبوق مصنوع من اللحاء وزوارق حفرت في جذوع أشجار النخيل للوصول إلى مكان الاكتشاف كان على البعثة المكونة من أعضاء المؤسسة المرتبطة بالحكومة البرازيلية والشرطة أن تسافر 180 كيلو متر من الأنهار والطرق الترابية ثم 120 كيلو متر أخرى في الغابة هذه الحملة بتهدف إلى حماية السكان الأصليين المعزولين بمساعدة أعضاء من شعب كان ماري خبراء في المنطقة المذكورة في شخص اسمه فيتور جويس قال وهو منسق المشروع يجب تكثيف اليقظة والتحكم في المنطقة لمنع الأعمال الجانحة وضمان ملكية السكان الأصليين للمنطقة بأكملها يعيش أكثر من 800 ألف من السكان الأصليين في 300 مجموعة عرقية و274 لغة في البرازيل وهي دولة تضم أكثر من 82 ملايين شخص وفقا للأرقام الرسمية طبعا أصدقائي لما نتكلم عن قبائل معزولة أكيد في النهاية في لغة خاصة للتفاهم بينهم في طريقة للحياة أين بيناموا شو مأكلهم مشربهم على ماذا بيعتمدوا في حياتهم شو القانون بيضبطهم شو توقعاتكم لشكل الحياة في مثل هذه المناطق شاركونا في التعليقات ونتمنى أن تشاركونا لأن مشاركتكم وتفاعلكم في التعليقات بيرفع أسهم القناة في اليوتيوب وبيمنحنا فرصة للنجاح أكثر في العموم بدنا نروح سريعا لقبائل منعزلة ومجتمعات متخفية وما أثبتوا العلماء والصور التي تم التقاطها لهذه الجماعات في الأول من تموز يوليو عام 2014 خرج سبعة من قبيلة في غابات الأمازون من الغابة وكانت هذه أول لحظة اتصال إلهم مع باقي العالم بالرغم من تاريخ استعمار البرتغال للبرازيل المقدر ب600 سنة خرجت هذه القبيلة لتتفاعل مع جيرانها الجدد الآن فقط واكتشفنا المزيد من الأشياء حول القبائل المعزولة حول العالم كل يوم وهو ليس مؤشر جيد بالضرورة بحسب حركة البقاء الدولية لا يزال هناك تواجد لحوالي 100 شعب منعزل في عدة أماكن من العالم وتقدير عدد هؤلاء الأشخاص يمكن أن يتراوح بشكل كبير على سبيل المثال زي ما ذكرنا تدعي البرازيل أنها تمتلك 77 مجموعة منعزلة تعيش في غابات الأمازون الماطرة وفي حين أنه قناة ناشونال جيوغرافيك قالت أنه في 84 مجموعة تعيش هناك عندما يتم جمع الشعوب المعزولة ومقارنتها ببعض يمكن تقدير وجود حوالي 100 قبيلة حول العالم إلا أنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك كما توضح بعض الخرائط تعيش القبائل في بعض أصعب المناطق التي بالإمكان الوصول إليها في العالم مثل غابات الأمازون الداخلية والكونغو وجبال غينيا الجديدة وهناك مجموعات تعيش على جزر خارج الهند طيب فيه سؤال لماذا لا يخرجون لزيارة العالم الخارجي طبعا يمكن أن تتنوع الأسباب وراء رغبة مجموعة من الناس للبقاء في حالة منعزلة لكن يعود ذلك في كثير من الحالات إلى رغبتهم بالبقاء لوحدهم بعضهم يمكن أن يكون قد هرب متخفيا منذ مدة فرا من الأنظمة السلطوية طبعا عالم علم الإنسان في جامعة ميسوري روبيرت ووكر يقول أن الخوف هو الدافع الرئيسي لذلك لماذا لا نقوم بزيارتهم؟ فعليا تمت زيارة معظم هذه القبائل بطريقة ما القبيلة التي وصفت بأنها أكثر قبيلة منعزلة في العالم تم الاتصال بها لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر على يد حاكم الهند البريطاني إلا أنها بقيت معزولة جدا منذ ذلك الوقت طبعا أجرت البرازيل طيرانا استطلاعيا فوق الكثير من القبائل ليس لدوافع علمية فضولية فحسب بل أيضا لضمان عدم حصول عمليات قطع أشجار غير مشروعة وللتأكد من بقائهم على قيد الحياة بعد الكوارث الطبيعية طبعا تمتلك الكثير من هذه القبائل مواد استحدثت بأماكن تبعد عنها مسافات كبيرة تم تحصيلها عبر التجارة مع القبائل الأخرى في سؤال مهم هل ينبغي أن نتواصل معهم؟ بالمناسبة يمكن التواصل المدروس والمنظم مع القبائل يعد أمرا إنسانيا وأخلاقيا نحن نعلم أنه بعد حصول تواصل سلمي مع العالم الخارجي يمكن أن تصنع علاقة معينة مع هؤلاء الأشخاص وفي الختام جولة سريعة على بعض هذه القبائل لنرى حياتهم أصورهم في قبيلة تسمى سنتيليس وهذه أكثر قبيلة معزولة في العالم تعيش في جزر أندمان خارج الهند وكانت آخر محاولة رسمية للتواصل معهم في عام 1996 ولم يتم القيام بأي محاولات لاحقا طبعا ليس فقط لحماية القبيلة من الأمراض بل لأنهم يميلون أيضا لرمي السهام على أي أحد يقترب منهم جار واز وهذه القبيلة معزولة وموجودة في الهند وتعيش في جزر أندمان ويعتبر مجتمعها مكتف ذاتيا من الصيد ويعيش بسعادة وصحة وبهذه الطريقة حسب أقوال البعض فالي دو جافاري طبعا وادي جافاري في البرازيل منطقة بحجم أراضي النمس وهو منطل لعشرين قبيلة أصلانية تقريبا طبعا المعلومات المتوفرة عن القبائل اللي تعيش في منطقة فالي دو جافاري عابرة لكن تشير الدلائل أنهم بيستخدموا بعض الزراعة بالإضافة للصيد وبيمتلكوا أدوات معدنية بالإضافة إلى التناجر المعدنية في غينيا الجديدة في قبائل تعيش هناك بشكل محدود رغم نجاح الحكومة الأندنسية بإبعادهم عن المناطق المرتفعة لكن تم التواصل مع القبائل خلال القرن الماضي فيما حفظت على انعزالها وتقاليدها الخاصة في الكونغو أيضا في ناس بيعيشوا في الأدغال في الكونغو وطبعا تم التواصل مع الكثير من شعوب الأدغال بأوقات متباعدة خلال القرن الماضي لكن يفترض وجود الكثير من القبائل التي لم يتم التواصل معهم بعد طبعا شو تصوركم لحياتهم وشكل العلاقة بينهم خلونا نشارك هذا الموضوع في النقاش والتعليقات تعليقكم وتفاعلكم بيرفع أسهم القناة وبيشجعنا نقدم الأفضل وإن شاء الله نبقى منكم أقرب أيها الأصدقاء لا تنسى مشاركة هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أطيب تحية وهذه تحياتي لكم أحمد وإلى اللقاء انضم إلينا في المنصة الثقافية الواعدة معرفة وأكثر الأكثر فهما لحاجتكم عالم واسع من الأخبار والمعلومات والاكتشافات في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر